بمدينة فاس افتتحت أشغال ندوة موضوعاتية جهوية حول موضوع الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة فاس مكناس وتناقش هذه الندوة التحديات ذات الصلة بالنهج التعاقدي كآلية لبلوغ الالتقائية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد الجهة وممارسة الجهة لاختصاصاتها ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة للطلاع الجهة بمهمها التنموية الجهوية خيار استراتيجي لا رجعة فيه سواء من خلال التكريس الدستوري لهذا الخيار أو من خلال التكريس الشريعي لأنه أعطى الصدارة للجهة بالمقارنة مع الجماعات الترابية الأخرى أو بالنسبة لإستكمال الهياكل والبناء الإداري لهذه الجهات اليوم المطروح هو أنه كيف يمكن أن نقيم هذه التجربة ديالك تسع سنوات هل فعلا هذه الجهات تقوم بأدوارها المتوخات منها بالتدبير المال للجهات ومدى ملاءمة إمكانية الجهات مع البرامج التي تعدها وتنجزها ومدى استجابة هذه البرامج لتطلعة مجتمعنا وتطلعة ساكنة جهتنا وكذلك مدى استجابتها أيضا للورش التنموي الكبير التي يقوده جلالة الملك ثم أيضا مدى الاستجابة ديال هاد الإمكانات والمشاريع لانتظارات المواطنات والمواطنين كما تتوخند وتستشراف مداخيل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة في ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات التنمية هي في الحقيقة خصت قصرا بالجهوية فتنمية ما خصتها هي تشمل موضوع الكبرى ولكن خصتها تشمل جميع الأقاليم على قدم مساوات فكنظن أننا بحاجة إلى تنمية جميع المناطق وجميع الأقاليم فكنظن أن هذا هو الدور الحقيقي للجهوية على الشخص وتوزعت أشغال هذه الندوة على جلستين ركزت الأولى على التحديات المرتبطة بالنهج التعاقدية باعتباره آلية لتحقيق الالتقائية وبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة فيما تنولت الجلسة الثانية سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة اشتركوا في القناة